واتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أيضاً مشروع تطوير حضائق الفصطات موجهاً بالإسراع في تنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع وبدء تشغيله في أقرب وقت بما يتصق مع رؤية الدولة لتطوير الوجه الحضري بالقاهرة كما تبع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لأعمال الكشف والترميم عن الحفائر بمدينة الفصطات الأثرية ونسب التنفيذ المحققة لمختلف مراحل الذي يمثل استكمالاً لجهود إبراز كنوز الحضارة المصرية بمختلف عصورها